احد العلماء ذكر لي كلهم نور واحد والإمام الرضا جد الإمام الحج صلوات الله عليه يقول أنا كانت عندي مدرسة أبنيها في مشهد وتعرقلت اشترينا المكان وبقيت كمية من المال يجب أن نسددها لصاحب المكان فتعرقلت القضية بقي علي ثلاثمائة ألف تومان قبل حوالي عشرين عام ما أقدر وصاحب البيت هددني إلى فلان وقت إذا ما تجيب هذا المبلغ ثلاثمائة ألف تومان أنا أسترجع البيت صاحب المشروع المشروع عزيز عليه ما يتمكن يتخلف منه فيقول أنا كنت متحير مضطرب ويأي واحد تتكلم ما يتقبل واحد لازم يريق ماء وجهه واحد إلي كرامة يقول أرقت ماء وجهي ولكن ما فات مشروع مو مشروعي مشروعه يقول في يوم من الأيام السيد محمد كاظم القزويني شافاه الله يقول اجي إلى مشهد شافني متأثر مو مرتاح فقال لي أنه شفيك قلت للقضية يقول قال شنو سويت يقول كتبت مكتوب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان في فلان مكان وفلان مكان ما فادت يقول سيد محمد كاظم قل لي أنه ليش ما كتبت مكتوب للإمام الرضا يقول أنا هذا الكلام كان مفاجئ إلي هذا في رقاء الحاجة في الدعاء والزيارة أكو مكاتب للعم أكو مكتوب لللاح إلى الله الديان أنت تكتب مكتوب إلى الله مكتوب للإمام الحج تكتب للإمام الرضا يقول قام يتكلموا يا يوا يقول إيه حقيقة ليش أكتب إلى فلان وفلان وهؤلاء هم المصادر فيقول أنا مكتبت للإمام الرضا صلى الله عليه هذا المشروع مو مشروعي هذا مشروعكم تحبون سووه وأنا في انتظار لطفكم وذهبت إلى الإمام الرضا صلى الله عليه وألقيت بذلك المكتوب في الضريح ما أذكر العالم موجود الآن ما أريد نفس اليوم بكرة يقول واحد خابرني من فلان مكان قل لي أنه فلان واحد اللي لم يكن في بالي أبدا تبرع لهذا المشروع بـ 300 ألف تومان شنو أسوي بهذا المال يقول قلت له واضح ابعث لي المال على وجه السرعة يقول فعلا بعث لي المال وصنعنا تلك المدرسة والمدرسة الآن موجودة في مشهد وصاحب القضية الآن موجود في مشهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر